هذا وقد تجاوزت أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا في مملكة البحرين حاجز الثلاثة ألاف حالة في وقت يعكف فيه الفريق الوطني على تكثيف الشهود ومضاعفة أعداد الفحوصات بشكل يومي للوصول السريع إلى الحالات القائمة واتخاذ اللازم بشأنها ارتفاع ملحوظ في أعداد الحالات اليومية المصابة بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة بث الخوف والرعب في أوساط المجتمع وتوحدت الصحف بعنوان واحد تصاعد الأعداد وتخطي الأرقام المصابة حاجز الثلاثة ألاف حالة ولا طالما سعت مملكة البحرين على اتخاذ خطوات كبيرة وجادة لكبح انتشار الوباء حيث أعلنت مؤخرا تعليق دخول القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء وفرض الحجر الصحي الاحترازي لغير المتطاعمين من جميع دول العالم خطوات سبقتها قرارات أخرى ودخلت حيز التنفيذ الجمعة الماضي من خلال تحيير دخول المجمعات التجارية ومراكز التسوق والمكاتب الحكومية وغيرها واقتصارها على المتطاعمين والمتعافين ولمن هم فوق الثمانية عشر عاما القرارات وحدها لن تكفي لكبح انتشار الفيروس بل تحتاج إلى استمرار الوعي المجتمعي والاقبال على التطعيم لتخطي هذه الأزمة لأننا اليوم أمام تحدي جديد يتمثل في خفض أعداد الحالات القائمة والوصول للأعداد والنسب الأمنة لمعدلات الانتشار ويعمل الفريق الوطني بكل طاقاته وكوادره الطبية عبر تكثيف الجهود ومضاعفة أعداد الفحوصات بشكل يومي للوصول السريع إلى الحالات القائمة وليكون الهدف الرئيس هو الحفاظ على الأرواح وحماية المجتمع من كل ضرر لأن البحرين من الدول السباقة في تقديم الرعاية الطبية لكافة أفراد الوطن